بقولوا عن كلمة لو إنها ما بتعمل بيوت وبقولوا إنها وسوسة من الشيطان دائماً كلمة لو مرتبطة بكل ما هو سلبي يمكن لإنها بتنبش بماضي ما صدقنا نسنع ويمكن لإنها بتخلينا نحس بالندم اللي هو الشعور بشع جداً لكن ماذا لو طلعنا على كلمة لو بعيون إيجابية ممكن تكون سبب نجاحنا، ضحكاتنا، قوتنا ولولاها كان موصلنا لهون أنا غادة الشيخ وأهله وسهله فيكم في بودكاست ماذا لو وضعتني اليوم غني عن التعريف الإعلامي المشاكس والحقيقي واللي ما بشبه غير حاله الزميل العزيز معاذي العمري كيف حالت معاذي؟ يسعب قلبك الله يسعبك يعطيك ألف عافية الله عافية عمرك يا عبد هذا يعني أول شي شكراً على هذه الاستضافة ومبسوط إني معيك أنا مبسوطة أكثر الله يسعب قلبك شفت يعني لك كلمة لو؟ يعني بمفهومها السلبي ضعف أو استسلام لأنه أي بني آدم بجيقول لك لو هيك كان عملت هيك بلحظة لو أنت كنت عارف فهي علاقة أخطاء بس آه حلو التشبيه علاقة أخطاء طبعاً يعني أنت مثلاً بتشوف أنه لما نعمل الإش الغلط من كنا عارفين أنه حيجي يوم نحكي لو؟ لأنه أي شي غلط البني آدم الطبيعي بكون عارف قارئ المشهد ما بعد ذلك أنه راح فيه احتمالية يصير كذا وكذا فهو بدخل بهذا الرزق بعد ذلك يصير يقول له متى آخر مرة صارت معك؟ الحمد لله ما بقول له لأن أي قرار بتأخذه أي خطوة بأخذها خلاص يا بكون أنا للآخر قدها وبكون لآخر لحظة خلاص مؤمن باللي عملته بعملهاش مع هذا شوي يعني نرجع لبدايتك إنت إجيت تزامنا مع موجة بالإذاعات كان فيه زي يعني إحنا كنا نحكي بالوسط الصحفي لبننت الإذاعات مع أنه ممكن ما يكونوا يعني 9% منهم مش لبنانين طبعا أشقاءنا لبنانين عزيزين وغانين جدا 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 لكن صار فيه موجة إنه المذيع أو المذيعة بطل يعني يحكي بالطريقة الهوية والروح الأردنية نعم أنت إجيت برط بعرض الحائط وإجيت لا بالروح والشخصية والهوية الأردنية نعم ولدرجة وصلوا يعني في البداية شكلت إنه هذا ليش بيحكي هيك مع أنه أنت بتحكي من يعني أردني صح كأي شاب أردني حكي لي عن هاي التجربة يعني أشوفي أول شي بوجه تحيير كل زملائنا العرب الإعلامي الموجودين إنهم من هون وزميلتنا جيسي أبو فاصل أكيد واحدة منهم كل شاب إله جيسي إلها 16 سنة يعني صارت مننا وفينا صحيح بس بشكل عام واجهت في البداية إنه لهجته دفشة مضيع دفش تعودوا المستمع شوي تعود على هيك لايت لايت إشي خفيف هيك الصوت خفيف بشكل عام في زملاء بيحكوا اللهجة الأردنية ولهجتهم من زملاء أردنية بس زي ما أنت تفضلتي آه بالبداية يعني أنا عانيت آه عانيت حتى على السوشال مينديا دفش على أساس إنه إحنا يعني حياتنا رومانسية يعني فاهمك إنه لاهج تدفشة بحكي القالب أه لا شو بأيش طب أنا بأعرفش أحكي غير هيك إحنا كيف منحكي بالضبط يا بالشارع يعني بيوم من الأيام أحد الزملاء هون ما كنا هلأ واقفين على الباب نشرب قهوة قل لي بس أنت عندك القالب قيلة قلت له إيش أعمل يعطيتني إيش طريقة اللي أخذ لك إياها خفيفة كيف أخفف لك إياها والحلو فيك إنك تمسكت وحطيت بصمتك وشجع كثير زميلات وزملاء يعني إيجوا من بعد هاي الموجة إنه لا يحكوا بطبيعتهم وكيف إحنا متعودين إنت كمان معارض من الناس يعني حجزت مقعد على السوشال ميديا بس نشعر إنه لسه بتحن يعني لسه ريحة أو نفس الإعلام التقليدي حاضر عندك طبعا حكي لعن يعني كيف قدرت توازن بين هاي الشيء هل أشوفي أنا يعني تربيت على إيد إعلامي الله يرحمه والدي الله يرحمه ويعني بلحكت الجيل الذهبي الجيل الإذاعة الأردنية البرامج الخدماتية في البدايات كنت طفل يعني أروف معه فيمكن شربت هذا الإشي بلحكت أنا أيام الريل بالإذاعة الأردنية كانوا يأخذوا الاتصال على ريلي وردوا يأخذوا على ستديو ثاني وردوا طلعوا على الهواء فموضوع الإعلام التقليدي أنا بحبه يعني اليوم في ناس بحكي لك الإعلام الجديد الإعلام الحديث كذا ممكن تتواكب معه كإعلام حديث بشكل كيف تطلع بالشكل بكذا بس الأساسيات ما بتقدر فيش إشي اسمه قديم وجديد صحيح هذا واحد موضوع السوشال ميديا يعني طرحي مش كثير بعيد عن اللي بحكي على الراديو صحيح يعني مش كثير بعيد أو الفكرة يعني أنا باعرفش أطلع على السوشال ميديا مثلا أعملك إشي كوميدي مثلا عشان أضحكك يمكن تضحكي من يعني ممكن أحكي إشي تضحكي من عبارة من كذا بس أعملك لوحة فني ما باعره مش إنت ما باعره يعني ما باعره في ناس مثلا بيجي بحرجني إنه بدنا نعمل كذا أنا ما باعره يعني أنا باعرفش أعمل هذا الإشي فيمكن شوية السوشال ميديا عندي بتشبه الإذاعة بالفترة الأخيرة أنا مخفف السوشال ميديا شو السبب كنت أسألك هذا السؤال أول سبب إنه أنا منصتي الراديو المايك برنامجي تمام؟ هذا واحد اثنين غدا أنا ما باعرف أكون وراء الناس يعني أو الناس بدها اليوم أحكي أزرق اليوم أزرق بكرة بداني أقول بنفسجي بنفسجي أنا ما باعرف أمشي عشان والله الناس إيش بدها في كثير هذا واحد الفوضى والضجة أنا مش كثير بحبها باعرفش أكون جزء منها باعرفش عشان والله اليوم عن إيش الناس تحكي اليوم الناس تحكي مثلا عن الدرة تمام يلا ما أبدا أحكي ليه؟ طب أنا مش عارد شو موضوع الدرة مع إنه في إعلاميين يعني صحبتهم هاي الحالة اللي عم بتصير على السوشال ميديا كيف قدر تسيطر على حالك يعني ما هاي المغريات اللي عم بتتترحها يعني باعرفش أنا من وجهة نظري بايش في هالمغري يعني يعني فيه ناس بتستفيد ماديا يعني هلا اللي عنده شغله بماخد السوشال ميديا شغل بقدرش أحكم عليه ليش بيعمل هيك يمكن صار عنده التزامات يمكن صار عنده كده يمكن يمكن بس فيه ناس على السوشال ميديا اليوم بيعمل خلاف مع غادة هو مائل ودخل صحيح يعني الخلاف بين غادة ومعاد مثلا فهو بشوف كفت غادة راجحة أكثر فبوقف مع غادة على السوشال ميديا ويكون من أصحاب الأرقام وبدخل بهالي المعركة عشان هو بس بديه الأرقام عنده تسيد في حدا من المشاهير اللي هم يعني متابعين كتير على السوشال ميديا حاول تسلق عليك هاي الطريقة كثار حكي لنا هيك عن كثار بأي موقف صار معي كثار وعادي لو ما بحرجك بعدهم بالأسماء تخيالي ما عندي مشكلة ما عندي الجرأة الكافية أني أنا أحط كل واحد في مكان كثار وبنفس الوقت بعمل هيك وبعدها مثلا بساعتين ثلاثة بحكي معك تليفون كيفك شيء؟ عساسية أنه أنت تشكك بحالك ودخل أنت طب هو قبل شوي معناته مش عني ولا عني اه 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 وبالحوار بقول لك والله قبل شوي طلعت حكيتيك وحكى معي فلان وفق قال لي شكلت تحكي عن العمري وكذا بس لات وقلت له لا العمر هو كون بيحكي عني هو مستفزوا صمتك كمان اللي ببطن وعبام بتقرجع طبعا مستفزوا صمت ليس موضوع صمت أي شيء أي موقف أو أي شخص بتعاتبه حلو حلو كثير تعاتبه وتوجبه زي ما بقولي هاي حكاتها قبل فتح كمان إيمي الله رحمه كانت تقول قلة الرد رد فأنت بتعطي إيمي لما إنت ما عملك رحت على الجرعاب إلكترونية مشتكي بتعدم شكوه لا يعني مرة حصلك وما كملت فيها الأمانة يمكن برضو الوازع الأخلاق الإعلامي يعني أنت ما بهون عليك مئة بالمئة نشوف إحنا كلنا بها البلد آخي وابن آخي ممكن حدا بسيء وكذا وهيك تروح إنت بده يحكي معك فلان وفلان وفلان وعشاني وعشان خاطري بالنهاية لا هو بلزمني ولا أملزمه بعمله بلوك وخلص مع أنه كان فيه إساءات بفترة من الفترات كثير كبيرة تصل شخصية ممكن بس أنا برد يعني أنا بدخل أنا وياه الحوار وبرد الصاع عشرة طب معاذ يعني كيف حكينا من الصفات الثابتة أنك تشبه حالك أنك تشبه الروح الأردنية في صفتين يعني لازقين فيك يعني أبناء الحرفين وما عنده ثقف نحكي بايش عن أبناء الحرفين يعني شوفي بيوم الأيام شخص قال لي على السوشال ميديا وأكيد رح يشوفها بنا قال لي يا ابن المعلقة ذهب تعرف يا أبو يا الله أرحمه مدية وكان مدير إذاعة فهم بفكروا أنه يعني فكروا الأرقام فلكية قصوره بيارة ما بيعرفوا أنهم الموظف موظفي يعني بالنهاية وأنا بعتبر حالي نعم أنه ولدت بتمي معلقة ذهب من الكرامة معلقة ذهب مليانة عزة نفس مليانة شبع مليانة مش بالضرورة أكون ثري عشان أنا يكون بتمي معلقة ذهب تعبنا وشقينا وزي ما تعبوا أهالينا وكملنا هالمشوار بالعكس هذا إشي أنا بمبسط فيه فخور فيه اليوم وضعي مختلف عن زمان بعترف يعني قدرت أشتغل على حالي قدرت أأمن مستقبلي قدرت أشتغل على حالي أكثر بس ما بقدر أني أنا ما أحكي عن الناس اللي أنا وياهم كنا وما زلنا وكفين بنفس الدرجة ونفس العثلة فيه ناس بيجوا بيقول لي أنت راكب سيارة حقها مش عارب شو بدك بالناس ليش تحكي عنهم بنتقدني أني أنا بحكي عنهم لازم تشوف حالك عليهم ما بعطيني الحق لو شو ما وين ما صرت ما بعطي أي شخص الحق أنه يمنعني أني أحكي بصوت هاي الناس صحيح صحيح نهائي لأني أنا عشت هذا الإشي صحيح وقصة ما عنده ثقف معاد مش ما عنده ثقف شوفي فيش إشي بديه الناس تحب تسمع لك يعني بقولوا بيفش قلدنا بيحكي لي ما منقدر نحكيه بيحكي لي منخاف نحكيه أنا كل اللي بحكيه غدا ولا إشي يتجاوز القانون صح ولا في يوم من الأيام تجاوز القانون ولا في يوم من الأيام تعديت الخطوط الحمرة بس كل شخص كيف بيحكي وكيف بيسلط الضوء على الموضوع اليوم بقدر آجي أقول لك هذا مايك مايك وصفك المعلومة صح وأقدر آجي أقول لك مايك اللي هو ثلاث أرجل كذا بيستقطد الصوت وبطريقة كل حدا بيحكيها بطريقة بالطريقة صحيح في ناس بيجي بقولك مدعوم طب أنا ما حكيت إشي بده دعم ما حكيت الحرية عندنا للجميع كل واحد يحكي اللي بده يا لكن في ثوابت ثوابت مش ما تقرب عليها ما تسيء لها تقرب عليها واحكي واحكي اللي بدك يا وسيدنا قال لك حرية سقطها السماء احكي اللي بدك يا بس ما تسيء زي ما أنت ما بتقبل حدا يسيء لك ما تسيء اليوم أنا لو ما بطلع بنتقد الحكومة أنا ما بقدر أنتقد رئيس الوزراء عشان مش عجبتني ربطته صحيح صحيح صحفي أو إعلامي ما أخد مساحته وحريته في يعني تناول قضية معينة زي يعني أنت استمرت ما شاء الله وإن شاء الله بالمقابل يعني نكون واضحين لا في حالة تقييد على الحريات الصحفية عم بتصير يعني أنا ما عشتها ما لمستها مثلا أنت بتتابع مواقع إخبارية فضائيات ما مثلا مؤسسة فلانية بطلت أحكي لك شغلة أحكي لي ما نحط موضوع الحرية علاقة كيف كيف اليوم أنا وياكي بهذا اللقاء إذا أنت ما بدك تطلعي كامل أو بعد ما تطلعي حكي معك معاذ فلان قل لك بس شيل الجزئية هاي شمان عليكي بالمونة ما تقول لي هاي مش حرية أنت حر إليك حسابات ثانية بتشيلي عشان خاطر فلان تشطبي الخبر عشان خاطر علنتان هذا بده يعمل لحاله مقعد عند فلان ما تقول لي مش حرية هو ما غصبك وأنا أتحدى ما أحد أغصبك أنا اليوم على الأثير في ميلودي إلي أربع سنوات فاتين بالخامسة ولا في يوم من الأيام ولا حلقة من الحلقات لغاية هذه اللحظة إجاني أي تليفون بعدها لأنك عارف حدودك وحافظ خطك وبنفس الوقت شوفي الحكومة صدرة كثير وسيئة من خلال تجربة أنت مشتبت معهم ليس هالحكومة كل الحكومات صدرهم كثير وسيئة لأنه مع الشخص اللي ما بسيء يعني ما بسيء كيف ما بسيء ما بسيء إلا الأشخاص اليوم الإعلام إيش أنت زميلة ومحترفة الإساءة قلة أدب 100% وما بنفع يكون بعاقب على هالقانون بالضبط طول ما أنت تحكي مهني بتحكي الأشياء في مكان هالصحيح وما بتروج الإشاعة ما بتخترع قصة تفتعل تتأكد من المعلومة قاعد بتحكي في موضوع معلومة حقيقية مين بدو يقول لك ليش تحكي صحيح طب معاد انت حكيت وعمرك ما شاء الله يعني خلال هاي فتت بسنة الخامسة ما حدا رن قال ليش هيك حكيت أو ليش هيك تناولت هذا الموضوع اليوم طب عمره جهة رنت عليك قتلك احكي عن هذا الموضوع اليوم بصراحة أبدا أنا أتحدى عشان دقيقة عشان أنا أكون صادق لأنه إيش يعني جهة حكيت جهات أمنية أمنية لأ أمنية شوفي أنا أبني جهاز الأمن العام والنام خدمت لسنوات طويلة في جهاز الأمن العام وتشرفت في هذه الخدمة معلوف ممكن يحكي معك يقول لك عنا حملة مثلا توعوية عنا كذا وارد صح عند كل مؤسسات ألمية بتصير بالضبط بس إنه احكي عن هذا الموضوع ممكن يحكي معك شخص مثلا يقول لك اللي عنا مثلا بنحكي عن المخدرات بنحكي عن كذا في حدث أمني كبير قاعدين بنحكي عنه ممكن بس إنه يدخل بتوجهك أنا شخصيتي ما بتتقبل هذا الأشي بعرف يعني فمرات بسمع حكوا معي فيوم مين هو تحكي معي مين أحكيني مين أعطيني اسم أعطيني جهة أعطيني جهة بحس في بعض الأحيان إنه أنا عايش بكوكب ثاني لأنه في صورة نمطية عن الإعلام الأردني إنه في تدخلات يمكن لسه فوبيا الأحكام العرفية والزمن أنا وياك ممكن ما عشنا يمكن زمن واردك الله يرحمه يعني موجة حبس الصحفيين واعتقال الصحفيين ومس أرزاقهم ومرسة حتى ما سمنهم من صفتك طيب ليش ما نقول إنه الشخص بيكون هو أصلاً ما عنده أشي يحكي أو بيخاف عشان حسابات ثانية وبحط الأجهزة الأمنية علاقة مية بالمية وارد جداً شو بعرفك أنت تقول له مثلاً ليش ما بتحكي عنك أقول لك أنا أنا بمنعوني أنا بضغطوني مين هما؟ مين هما؟ أشخاص وهمية مين هما؟ اليوم في الفضاء الإلكتروني يبطل في إشي مخبة أبداً لو أنت بتخبية عني بقدر ألاقي طريقة أحد يكشف لي طبعاً مية بالمية طب معاذ عصيرة أن أنت ابن جهاز الأمن العام وكل الفخر كل التحية لهم هل هو أي من الأسباب اللي كانت عندك تحفظات على الحراك أيام الحراك الشبابي الأردن اللي كان ينزل على الشارع 2011 لا حد نقول أنا 2011 كنت بالشارع أها في جهاز الأمن العام أو الله؟ هاي ما هاي أعرفها في 2011 أنا كنت في الشارع في جهاز الأمن العام وكان في جهد كبير من مديرية الأمن العام بحماية كل الناس الموجودين بالشارع نعم كان أيامها حسين باشا المجال يوجه له تحية كبيرة مديراً للأمن العام صحيح وكان يتعامل مع الموضوع بيعني نتفرج نقول نحن نقول البلد العربي كثير الباشا يعني كان حريص على يعني كثير حريص أنه هاي الناس بل في حماية ما يكونش فيه شخص يدخل يحدث فتنة كان شوفي كان الشغل كثير متعب بذكرها وأنا كنت في الشارع وكنت أشوف عشان التحفظات كنت أشوف ما خلف الكواليس للناس اللي كانت تطلع على الشارع كان فيه منهم كثير ناس أصحابي على الجانب الشخصي تمام وبعرف أنه اليوم ما بنفع حدا بعرفك تطلع العلم تضحك على الباقي وهو بعرفك آم صح مع كل الاحترام هلا مش الكل بس فيه بعض الأشخاص هلا موضوع الحراك أنا ما كان عندي تحفظات عليه زي ما أنت صدلتي إلا أنه أنا عندي مشكلة بأي شي بطلع عن مساره اليوم أنا جاي عشان فيه مقابلة معك تمام ما بنفع وأنا جاي هون ألاقي تيجي تقولي بس بالله تساعدنا نعمل بدنا ندهن الواجهة يقولي إلي بجيب معي وعي أقدر أدهن أساعدك بس أنت قلتي لي شغلة يعني فاللي طالع على الشارع اليوم عشان يوصل صوته ليش بتسيئل الجهاز الأمني ليش بتكسر ليش بتخرب فئة ضالة قليلة وكل يوم بعدين كل مرة فئة ضالة قليلة وبعدين يعني خلاص شئنا أم أبينا في أشخاص خلاص أنا هذا الأشي كثير بضايقني لأني يمكن تزعملت سنوات طويلة أنا وزملائي في جهاز الأمن العام لما بشوف يساءل الجهاز الأمن العام كثير بتزعمني أكيد طبعا تعرفي مش عشان بس أنا خدمت الجهاز لأني أنا بعرف قديش بتعبه وبعرف إيش عنده تعليمات وبعرف هو قديش بتحمل وبعرف هو قديش بمضغط وقديش بتحمل عشان أنت ما تغلطه وبعرف أنت قديش بتضغطه وبدك تغلطه وهو ماسك حالب ماسك حالب نهاية بشر وهذا الأشياء أنا عشته وبعرف إنه لأ في نسبة لا يستهام بها وجودها في الشارع عشان تستفز رجل الأمن بسببه بسبب أبو بهينو راتبك مش عارف إيش عايش مكيف عايش كيف بسمعوا كلام لا يدو داعي مش موجود عشان هيك مش موجود توصل صوتك بتجاي الطالب بمطالب أخرى إليك حقوق إليك كذا بدك توصل صوتك تفضل يمكن هذا الأشي اللي شفناه مؤقرا يمكن أنت لأنك ابن جهاز الأمن العام ممكن تفسرنا أكتر الاعتصامات اللي صارت عند السفارة الإسرائيلية بالرابية كان ينحك عن هذا الأشي إنه فيه عم بصير استفزاز لجهاز الأمن العام من قبل بعض شفناه وسمعناه وسمعناه ناس بتسيئل طب ما بتشعر إنه هذا يعني نحكم الحكم المطلق على إنه والله كل اللي بنزله لا ما بنفعل نحكم على الكل بس إيش بصفي هنا إحنا ما بزبط نحكم على الكل تمام؟ بس إحنا ما بنقدر بشكل عام اليوم أنا مش خبير أمني بس ما بنقدر نقول هاي فئة صغيرة طب ماشي وينها كيف بدأ طلعها عشان أنا أوقفها عند حدها أو كيف بدأ أوقفها عند حدها أو كيف بدأ أوقفها عند حدها بزبطش أنا أجي أخرب الدنيا على الكل صح؟ منطق معناته؟ خلينا نمشي وراء التعليمات التي تعطينا إياها الأجهزة الأمنية الموجودة بالشارع اللي هي أخبر مني ومنك وأقدر مني ومنك صح بإنه هون بزبط توقف هون ما بزبط هون بزبط يصير تجمع تصوف زيارات هون ما بزبط صحيح هم أصحاب خبرة لأنه هم عندهم خطة أمنية حتى تظل هذا المكان بخير والناس بخير طب شو بترد على الاتهامات هاي كتير بتنحكي يعني من زمان بسمعها إنه بين قصين يعني يقال إنه بي لما يكبر حراك معين في ظرف سياسي معين بيصير فيه افتعال يعني فيه اتهمات للجهازة الأمن العام إنه بيفتعل مشكلة عشان يفرط الحدث أو يفرط فشكشي بخوف الدولة الأردنية نقطة سطرة جديدة انتهى دولة متماسكة متماسكة بناسها بأهلها من شقة الأصول والمنابت كلهم متماسكين مهما كان الحجم الناس اللي هي بتتخيل إنه هذا بدوا خوف ايش ايش تخوفهم هاي هذا أول واحد دولة متماسكة بكل أطراف كلها بالنهاية اليوم اليوم عندك خلاف مع الحكومة يمكن عندك بس عندي خلاف مع دكتور بشر خصاونة شخصي لا طبعا أكيد لا نزعل من بعض ومنختلف مع بعض ومنزعل تمام بس بالنهاية كلنا برجع بجمعنا للوطن وبترجع بتجمعنا للأردن صحيح أما إنهم والله خايفين منهم إليش يعملوا هكي ما هو أنا إذا بده يفضها وفضها مش رح يستحملهم بروح يفضها دغري يعني فضها آه خلصت آه ما رح أفتع الإشي طب كم مرة حكا لك وهنا هاي مصطلحات أبكى مصطلحات ومسميات سحيج أصلا هاي كيف تلعت يعني يعني هلا لو بنرجع شوي هاي بعرفش يعني يعني بعرفش وين مكانها الصحيح اللي لازم تم إطلاقها يعني يعني أنت مثلا اليوم تطلع بتحكي عن أي شخص بقولك سحيج ضد معها كل على لسان الناس بس أنا أبدأ أقول لك أنا بوجهة نظري إيش تفسيرها تفسيرها المنطقي والصحيح اليوم خلينا نتخيل حالنا إحنا عند شخص بالشارع عنده مهمة رسمية ووظيفة رسمية بغض النظر بيطلع بنقول هذا البني آدم الله يعطيه العافية وبارك الله فيه وكذا إحنا هنا قدرنا دوره يمكن أنت زعلاني معه كمام ما بزبط تيجي تقولي أنت بتسحج له عشان إيش بسحج له أنا بكون بسحج بحالة واحدة لما بكون هذا الشخص غلط وقاعد برتشي وقاعد بعمل أخطاء وفاسق وأنا قاعد بلمع فئة هنا ممكن تقول هاي سحج إنه بتزقف له صحيح تشعر فيه حالة كراهية مرات تكون عنا قاعدين لبعض بستنى معاذ يغلط بستنى غادة توقع بستنى فلان يعني هاي إيش أسباب وإن تقريب للناس وبتحكي بكل إشي ناس بتغير من بعض هذا إشي طبيعي يعني مش إساءة للناس ناس بتغير من بعض طب بدنا شوي نرجع لقبل أكمل سنة إنت دائما أي إشي بصير بصير هيك بومب على معاذ بدي أسألك هل سألت حالك فيها بها الحادثة ماذا لو؟ قصة أحلام التميمي واتصال أحلام التميمي وطبعات هذا الموضوع لو نرجع تفاصيله بصوت معاذ وتحليل معاذ هلأ هدية الأمور كتير يعني ما في لو الأسيرة المحررة طبعا ما في لو أنا اللي رتب في الاتصال عشان نقول لو ما فيش لو أنا رتبت الاتصال أنا والزملاء قالوا لي واحد اثنين ثلاث في الأسيرة المحررة عندها رسالة بتتوصلها تمام اتفقنا بكرة بكرة رتبناها طلعناها وصارت القصة اللي صارت على الهواء ما فيش فيها لو لو يرجع زمان برجع بعيد نفس الاتصال نفس الشي برجع بعيد نفس الاتصال بس ما بتشعر انه يعني كان في ناس تدفعوا التمن على هذا الموضوع زي الزميل أستاذ جهاد أبو بيدر طبعا منه جهله تحية و ألف سلام علينا أسمعنا انه كان تعبان يعني يقال انه انفصل من المؤسسة ما انفصل من المؤسسة بتمنى هتطلعيها آآ بالعكس آآ ما انفصل من المؤسسة كيف انفصل من المؤسسة أو هو دفع ضريبة ما انفصل هو تجهله تحية هو كان على الهواء هو قدم استقالته على الهواء و احنا على الهواء خلال البرنامج أبدا هو ملودي مكانه و بيته ومش أنا اللي بقول له هذا الكلام لأنه بالنهاية هو هو أقرب مني على ملودي صح آآ يعني هو أقرب مني بكثير على ملودي لا لا أبدا ما انفصل انت لسا هو شوفي يعني انجهات صحفي قديم و تاريخ هو قدر الموقف بطريقته وبناء على يتصرف دارك الموضوع هو بناء على يتصرف يعني قال أنا خلاص أنا ما بدي على الهواء واستقال لكن انه حدا شوفي لغاية هاي اللحظة ولا كان فيه أي شعر الظلم من ملودي بهذا الموضوع نهائي احنا نظلمنا من الناس كثير نظلمنا من الناس واليوم نرجع و نقول قبل شي قلت تيدي عمرو حدا حكى عنا في هذه الفترة في ناس طلعت ما خلت علي أو على جهاد بغض النظر على الموضوع بشكل عام في منهم بعدين صاروا كثير صحبة مع جهاد و معي و مع فلان طب لأ ولا كانهم عملوا اشي فهمك اه 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 و انا ولا بجادي قلت له انت مرة كذا بس كانت فترة صعبة عليك صح و معرض كل إعلامي ناجح أبدا يمكن تقولي شوف شو هالقومه لا لا بالعكس باحترم أبدا كنت متجوز جديد اه اللي ذا يقني اشي واحد بس انه الإساءة لأهلي لكذا أما أنا كان أبدا لأني أنا كنت مؤمن باللي بعمله والأسيرة أحلام التميمي بتعرف انه إحنا اللي طلبناها عشان إحنا بدنا نوصل صوتها و عشان إحنا ببساطة هي يكفي إنها هي لحالها تعلم هذا الشيء صح؟ صح بتشأن واللي كان مخليني إني أنا راضي عن نفسي ردة فعلها أنا هي رفضت ترجع تطلع و رفضت كده لحساباتها الشخصية لحساباتها الشخصية لإعتبارات أخرى حدا قلها تطلعيش بغض النظر هي رفضت أنا احترمت احترمت و نفسه قلت ليش إنه أقول أخ و ليش و صع أنا الأقوى لأني أنا المؤمن باللي عملته اليوم هاي الموضوع صار ماضي صح؟ صحيح بس أنا اليوم أنا الأقوى لأني أنا كنت مؤمن باللي بعمله وتحملت فاتورة باللي بعمله بغض النظر كيف تحملتها؟ حملتها يعني عن الهجمة أنت قصلك حملتها عن الهجمة بالعكس أنا اليوم كثير مبسوط على اللي صار تخيلي؟ أواك طبعا خلاني أدارك كثير أشياء قواني سقلني أكثر تمام؟ خلاني أعرف كيف أتعامل مع الأشياء أكثر كيف أتعامل أقول لك بكف إنه كشف لي مجموعة أشخاص آه هاي حلوة بتسوى كل أقول لك يعني لو كنت بدي أضل كمان عشرين سنة ما كنت رح أقدر أكشفهم ببساطة خذلوك؟ كثير مش خذلوني لأ أنا محد يخذلني مش خذلوني خذلوا حالهم آه خذلوا حالهم بالنهاية مش هم المخسر أنا المخسر صحيح أنا ما خسرتهم هم يخسروني بس بيوجع كمان يعني قد ما تكون شخصيتنا أوية لما نكون إحنا معاونين على هاد صديقي هاد في عشرة بيني وبينه بضايقني شوي بس ما بوججاني لا فيش إشي بوجعني بالعالم ولا إشي بوجعني بالعالم غير وفاة أبوي الله يلحمه بس إنه شخص عيلتي آه ممكن أتوجع عليهم أهلي زوجتي ولادي كذا محيطي بس إنه صديق أتوجع عشانه ليه؟ بس صديق إشي مهم يعني في الصديق ممكن وصل مرحلة زي مرتبة الأخ ممتاز بس لما هو يقرر إنه وجعني ما بتوجع عشانه مستحيل من الناس اللي بتعاتب بتروح بتقول ليه؟ بعملوا غريبة ثانيتين يا الله ثانيتين يعني يعدي ثانيتين بعملوا غريب بحرد عليهم بحكي معه بس هو بيعرف إنه صار غريب يا الله صعب ثانيتين تخيلي ولا أسهل منها بدنا نحكي شوية عن العيلة ونعرف يعني مش عارفة أنا مش كتير حاب نحكي عن مرحلة وفاة أبوك الله يرحمه بعملوا غريبا نحكي عن أستاذ دياذا كرازون كل يعني بدأ جاء لزمانه يعني فيش حدا بالأردن ما صوت له دياذا كرازون صحيح لا بس لا الأمانة يعني تديك الفترة لا شوفي أنا وديانا بنعرف بعض من زمان من زمان يعني من 2009 آه أوك زمان كتير بس بحياته ما كنا توقعين إنه أوش توقعين أبدا يعني أبدا لا هي ولا أنا يعني فهمك بس بالنهاية كل شي نصيب طب حكي لنا كيف نحب نعرف أنا فضلي يعني بهالقصف يعني كيف صار هي؟ آه يعني كيف ده أول مرة شعرت إنه لا مشاعر اتجاه ديانا مش صداقة يعني لا هلأ إحنا طولنا فترة طويلة صداقة أوك أو مش صداقة نحكي صداقة وشغل أنا عندي شركة بروداكشن وكذا ففي شغل باستمرار بيننا وفي تواصل باستمرار نصيب عن جد ما مش رائب كيف دي أشرح لك ما أعرف هو نصيب لا بنا نعرف والله العظيم هي أكيد نصيب بس مثلا والله بعمر يعني أنت بتقول من 2009 أم تشعرت إنه لا أنا والله ديانا لا أنا عم بحبها أنا بديتك قبل ما يعني قبل ما نخطب بسنة أه آه سنة يعني احنا ما عاشنا هاي زينا نقوله عذاب وانتقام وكذا وانتقام وحب وغراء آآ آآ لا ما في آآ وكان صدمة بالنسبة لها؟ يعني آآ طبعا حتى بالنسبة لنا لأن احنا أبدا ما يعني ما عمرنا يعني ما عمرنا كنا قراب من بعض بهذا الاتجاه تمام ويعني كيف جبتلها إياها؟ نعرفت التفوقت الأكثر لا سر لا بد أعرف بدنا نعرف يعني مش هتروح سر عندك شغل كبار شوي لازم أعرف طب معروف أنه أنت يعني صاحب صاحبك والكل ينتخل لك أي حدا لا سمح الله بتعرض لمشكلة من الناس أنت اللي اللي دافعت عن زين كارزون زين من المشاهير وبتاع في المشاهير دائما عرضة للمشاكل والانتقاد وتعالوا روح من الناس اللي أخذت على عاطقها مسؤولة أني بدأ أدافع عن هاي البني آدمي كونها يعني شقيقة زوجتك يعني أنه أنا دافعت قبل هيك لا هلا يعني لما صار فيه مثلا علاقة عائلية بينكم تشعر أنه عندك مسؤولية هاي بدأ أعتبرها زي أختي إني أدافع عنها ولا خلاص يعني حلا شوفي الجانب العائدي شيء والجانب اللي خلني حكي موقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا شيء ثاني تماما اليوم أنا مسؤول عن تصرفاتي هي مسؤولة عن تصرفاتي هي بتعرف إيش بتعمل أنا بعرف إيش بعمل هلا موضوع شخصي دافع عن شخص ويحمل لواء الدفاع وسيف الدفاع ما فينا حدا بده حدا يدافع عنه لا أنا ولا أنت صحيح نعم يعني بغض النظر من الشخص هلا بعرض يمكن أقول لك أنه أنا رح تنصدمي أنه أنا هاي الهجمات اللي بحكوا أنا أنا ما بشوفها مش بس عزين بشكل عام على أي حدا بحس حالي غايب فيلي مع أنه أنا دائما موجود على السوشال ميدي صح ما وكيف إقنعني؟ مين بتابع؟ صح هنا أنا مين بتابع؟ اللي بتابعهم ما بتجيبوش صرف الموضوع هان يعني الناس اللي أنا بتابعها ما بشوفهم والله بحكوا عقادة مثلا ولا بحكوا عن فلال وفي أشياء بعرف فيها بعدين أنا يعني مثلا بكون صاير خلاف بين اثنين يعني قبل فترة كان فيه دنيا قائمة عبعضها القرعة قائمة عم قرون عن السوشال ميديا على بين اثنين مين هدول؟ مين هدا الأول أنصر؟ أساسا مين هدول؟ كنا قاعدين معزومين أن صديق لنا بعشا وهيك والكل بحكي عن الموضوع وأنا لازم أكون بعرف ولا عمين بحكوا قسما بالله صادق صادق فموضوع يعني الدفاع بشكل عام يعني ديش شخص بدافع عن شخص إلا إذا وقع عليه ظلم سواء زين أو غيره أي شخص بدافع عنه بدون حتى لو لا بقرب لي ولا بقرب له ولا في بيني وبينه ولا بدافع عنه كل قوتي انت كثير بالإذاعة الناس اللي جاءوا لك كمان دافع عنهم عما دار مسيرتك إيش في قصة فعلا لحقتك على البيت يعني قديت أثرت فيها كثير والصحفين بتعرضوا لهذا الإشي كثير ما بتقدر تحصلها في قصة كثير كثير قصة مش تلحقك على البيت فيلحقك كوين ما تروح يا الله طب الزواج بقولوا بيهدي انت هديت هيك بعد الزواج سلمة اللي بتهدي حبيبتي الله خرنا الله يسم أدي هصار عبرها ثلاثة سنين أه حلو اسم سلمة يعني كأبد غير سلمة هذبتني آه باختصار باختصار بكل شيء يعني بكل تفاصيل حياتي بشغلي الخاص بالراديو بأي إشي أقول لك بطريقتي كيف بنزل بشتري علبة عصير يا الله كل شيء وجودها في حياتي هذبني المسئولية ولا الحب ولا إشي غريب ولا الغريزة ولا إيش بالزبط الحب والمسئولية وأن أنت لازم تنتبه عشان عندك سلمة عشان هاي البنت تضل ضحكتها على وجهها لازم هي تضل بخير لازم أنت تنتبه لكل إشي بتعمله عشان هي تضل ما أحلام إيش في صفات فعلا هذب يعني كنت يمكن أجرأ يعني مشاغب أكتر ردات فعلي أول شيء على الجانب الشخصي على العصبية أنا أحدك كثير عصب كثير عصب لدرجة القرف أنا بعرف هذه إش برجك؟ سرطان عاد سرطان يعني كيوت بحكوا عنه كيف يعني أو يمكن هي أشياء اكتسبتها مش إنه وسرط إحنا الجين عنا كله عصبي أوك أبوي أمامي جدي إنسي ولا حدا فينا يعني ولا واحد ولا واحد قولا واحد فينا مش عصبي خيالي تصل لأي مرحلة؟ لا لا أنا نسي عصبي 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 من الآخر؟ كل معي مرحلة التنين أوه أول كنت على أشياء سخيفة تنرفين اليوم لا من سلمة؟ خلص ثاني صرت أمرن حالي لأنه بتصير تقول أنا بكرة بخاف أحسب لتعصيبي صير فيه إشي آه أنا نحفت عشان سلمة يا الله ما أحلام تخيالي؟ ما أحلام عشان هي من حقها أقدر ألعبها وأقدر أعيشها طفولتها اللي بدها إياها من حقها أدير بالي على صحتي أدير بالي على حالي ما أحلام اللي بتحكي آه ياريت كل حدا يعني يعني بحس بقيمة الإشي اللي عنديها زي جراشد يعني زي ما بقولونه ختم الأشياء آه ففعلا بتصفي أنت تعرف قديش أهلك كانوا يحبوك آه كان يقولوننا أهلينا بكرة لما تسيري أم بكرة لما تسيري أب أنا صرت أقرب يعني طول عمري أنا وأخواني أقرب على بعض وأهلي بس أنا صرت أحاول أكون حاضنهم أكثر يا الله تخيالي بعد ما أجوني أولادي وضوضاء حياة الشباب والعزوبي هاي لا خلاص ما بتشتعلها من زمان أنا أصلا مش بهاي الضوضاء آه مش يعني في أشياء كثير بحيات الشباب أنا مش بحياتي من زمان آه يعني في أشياء كثير بحيات الشباب أبدا ما بتعني بي ما بتشعر إنها بتشبهك أنا ما لا من أول نهائي وأنا ما بحب يا ضي قبل العلاو آه يا صلى الله عيشت فترة حياتي أعزب مبسوط فيها كثير مش ندمان ولا على إشي فيها اليوم عايش فترة حياتي متزوج وعندي أهلي هاي الفترة أبدا مبسوط وقد الدنيا فيها بني آدم حياته فترات هاي المرحلة خلص مرحلتي صحيح صحيح مرحلتي طب يعني بعصيرتي الفترات والمراحل شفت الديكور براويس فاطية إيش بتعبيهم مراحل يعني صور بمراحل فعلا يعني راسخة بقلب معاد العمري كثير مراحل كثير يعني أول إشي الطفولة المدرسة الجيران الحارة كلمة حارة شتقنا لها الحارة لا أحنا كان عنا جيران كثير فخمين يعني أنا بحكي عن حالي يعني أنا ما كان عنا ولا حدا من جيراننا ما بحب عشرة بنحب بعض الناس بتحب بعض مراحل كثير بجدتي مراحلة هاي لحالها وأفهمها مراحلة الله يحامها كثير في مراحل شو بتختار صور بتعلقها هيك لو عندك هاي البراويس اختار أكمل برواز قدنا بدك في برواز كبير يعني لن صور بعلقها أشخاص يعني زي ما بدك ممكن مقولة ممكن لحالك ممكن اللي انت بتحبه يعني راحة البال هي أول واحدة حيلا راحة البال بتقدر تضل حطها معلقها هون معلقها نا أحلام مش كل هذا اه وديري بالك راحة البال مش صعبة قرار أنا مبارح صاحبي بفرز بعشرة آلاف صورة موجودين على التليفون تليفون اوك قال لي عملت خمسمية أو ألف صورة صار عندي صداع كنت سلكت اول دليت خلصنا قال لي اوه حبيت راحة البال قرار قرار اوه انت حسيت بقيمة هاي الشغلة بعد ما تزوجت اه بعد ما تزوجت قديش أنا بواجه بالنهار لما بروع البيت أنا بفصل تماما كقدرت سيطر؟ اه هو كمان ديانة عليها دور بهذا الموضع صحيح عليها دور تخليك تقدر تفصل وهي ساعدت بهذا الموضع؟ هي مش ساعدت هي كانت الأساس فيه اه هي كانت الأساس فيه فأبدا بفصل لو كنت قابليها بدقلتين بحكي تليفون يعني واصل لأقصى حالاتي بالضغط نهائي فقدرت قدي راحة البال نعمة وسهلة وقرار وقرار معاذ أنا كثير مبسطة عن جد أني وتأثرت كثير بالكلام اللي حكيته على كل المحاور اللي مرينة فيها وكل الدعم والتوفيء أبو راشد والله يخلي لك عائلتك الحلوة وكل التوفيء يا رب يسعدك معاذ تسلام